هنرجع تاني بس عايز اقول كده طيب انا اعرف منين ان انا ابني عنده ضعف ثقة بالنفس فيه عندنا شوية مظاهر كده طبعا ممكن تكون انت قلتوها في التليفونات ولكن انا هاكد عليها مرة تانية اول حاجة الخوف لو انا ابني بيخاف من اشياء ما ينفعش يخاف منها لان طبعا الخوف في مرحلة معينة من 3 ل 6 سنين هتلاقي ان الاطفال ممكن يكونوا بيخافوا من الحيوانات بيخافوا وهم صغيرين قوي بيخافوا من الاصوات العالية ده طبيعي ده خوف طبيعي انت لازم تكون عارف كل مرحلة بيخافوا من الناس الغريبة دي كل مرحلة لها بعض المخاوف البسيطة ولكن فكرة ان ابني خاف من الضلمة هو عنده 6 سنين لا ده موضوع فيه مشكلة ان انا ابني خاف ينزل يجيب حاجة ده موضوع فيه مشكلة ان انا ابني ممكن يخاف يروحي مثلا يحاسب حد لا ده موضوع فيه مشكلة فيبزن الخوف واحد من الحاجات اللي ممكن او الخوف من هو كبير كده ممكن يكون بيخاف من ان هو مثلا ينزل الشارع فيتخطف يعني ده معناها ان هو عنده مشكلة القلق واحدة من الحاجات ان انا ابني يكون على طول متوتر على طول القلقان الخجل الكسوف ان انا ما ينفعش مثلا ان انا اروح اتعرف على حد ان انا حبيبي طب روح العب مع فلان في النادي لا لا ما اعرفش اخاف اتكسف فدي واحدة من الحاجات اللي معناها ان الابني ما عندوش ثقة بنفسه الكدب كمان واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون بتقول ان انا ابني ما عندوش ثقة بنفسه لان انا خايف اقولك انا خايف اعبر عن رأيي انا خايف اقولك على الله حاصل فلو انا عندي ثقة بنفسي انا هقولك وهتحمل للمسئولية لان انا مش خايف ان انت تضربني انا مش خايف ان انت تهني انا مش خايف ان انت تقلل مني انا عارف ان انت قاب ناضج هتتناقش معايا وتقول لي إيه الصح وإيه الغلط فالخوف واحدة من الحاجات الكد، الألأ، الخجل المزاج المتقلب والشعور بالحزن والبكاء يعني تلاقي ابنك مثلا كده قاعد مع نفسه عمال بيعيط أو حزين على طول أو مكتئب على طول أو مرة كويس ومرة مش كويس بيفرح وبعدين تلاقيه بيعيط لوحده بيحزن لوحده فده وصل لمرحلة عالية من الألأ وممكن يخش كمان في مرحلة الإكتاب واللي بيبقى أساسها إحساس بإنعدام القيمة أو إحساس بأن أنا مرفوض في أسرتي علاقات اجتماعية مضطربة جدا الولد اللي هو بيكرهه في المدرسة ما عندهش صحاب، ما بيعرفش يعمل جروب، ما بيعرفش يخش جوه جروب ممكن في المدرسة كل الولاد دي يدعوهم لحفلة مثلا عيد ميلاد واحد إلا هو فالطفل ده عنده مشاكل اجتماعية عنده مشاكل في علاقاته مع الآخرين ممكن يوصل عدم الثقة بالنفس إحساس بالنقص والدنية يوصل لسلوكيات إدمانية بعد شوية يخش بقى في مرحلة المراقة يبدأ يخش على مواقع إباحية بتديله نوع من أنواع الزاتية أو الإحساس بالذات ممكن يخش في علاقات غلط ممكن يخش في إدمان سجاير لأنه عايز يحس بأنه هو بقى راجل ممكن يخش في حاجات كتيرة سلوكيات إدمانية بسبب إحساسي وضعف ثقتي بنفسي اللي بيخليني أنقاض مع أي حد من زميل الطفل اللي ما عنده ثقة بنفسه يبدأ يلفت انتباهك بقى يبدأ يلفت انتباهك زي ما أنا بقول دايما إن الأطفال هيخدوا منك الانتباه يعني هيخدوه هيخدوه الاهتمام حتى لو كان بيخدوه بطريقة سلبية يعني إيه ابني ياخد مني الاهتمام بطريقة سلبية خلينينا نتخيل الموقف ده كده أنا طفل قاعد في بيتنا بابا ماسك الموبايل وماما ماسك الموبايل وسايبيني أنا مع نفسي طيب لو أنا عملت لهم أي إزعاج تلاقيهم هما اللي اتنين سابوا الموبايل وبدأوا يتكلموا معايا حتى لو كانوا بيدربوني أو حتى لو كانوا بيزعقولي ولكن هم عملوا إيه؟ هم عملوا اهتمام هم أنا شدت انتباههم طيب أنا قاعد في البيت ما بعملش أي حاجة وبابا وماما مش مهتمين بيا روح تضارب أخويا إيه اللي حصل؟ إن بابا وماما سابوا اللي في إيديهم وغولي يبقى إذا أنا برضو هاخد منك الاهتمام ولكن بطريقة سلبية لو أنا ما عنديش ثقة بنفسي هبقى أنا عايزة شد انتباهك بأي طريقة لأنه ناتج إن أنا مش حاسس بأمتي ومش حاسس بدوري في البيت واحدة من الحاجات التانية ممكن تكون بعض مظاهر عدم الثقة بالنفس هي ضعف التحصيل الدراسي إنه ممكن كمان ما يبقاش شاطر في المدرسة واحدة من الحاجات التانية المهمة جدا من المظاهر العزلة والانسحاب مش عايز يلعب مع حد عايز يقعد جوه القوضة بتاعته ودي بتظهر جدا في مرحلة المراهقة تلاقي بقى المراهق قاعد في قطه مش عايز يعمل علاقات جالنا ضيوف في البيت هو مش عايز يخرج هو مش عايز يتكلم معاكم في أي حاجة هو داخل جوه القوقاعة بتاعته ومش عايز يخرج منها هو حصل انسحاب وعزلة عن المجتمع زي ما فيه واحدة من الناس اللي اتصلت بينا بيبقاعد في كورنر كده هو منسحب ليه ما عندوش ثقة بنفسه بعض من الحاجات المظاهر التانية هي بعض اضطرابات الاكل زي ما ممكن تلاقي الطفل ده بيطلع بقى كل غلبه في موضوع الاكل فتلاقيه طول الوقت عمال بياكل هو بيملى الفراغ اللي موجود جواه واللي هو حاسس به هنرجع عليهم مرة تانية مظاهر ضعف الثقة عند الاطفال الكذب الخوف القلق الخجل المزاج المتقلب والشعور بالحزن والبكاء الدائم علاقات مضطربة سلوكيات ادمانية لفت الانتباه انخفاض التحصيل الدراسي العزلة والانسحاب واضطرابات الاكل